المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبول النظر في دعوة جرائم الحرب العدوانية التي تقودها السعودية ضد اليمن بناء على الطلب المقدم والذي قدمته رابطة المعونة لحقوق الإنسان وأوضح مكتب المدعي العام أن قبول النظر في جرائم العدوان جاء وفقاً لأحكام نظام روما الأساسية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وبيّن رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان المحامي محمد علاو أن الرابطة شكلت فريقاً قانونياً وحقوقياً وإعلامياً لرصد وتوثيق وجمع الأدلة والبيانات والانتهاكات والجرائم التي تؤكد تورط العدوان السعودي في ارتكاب مجازر بحق المدنيين هذا وكانت منظمة هيومان رايسواتش طالبت بإجراء تحقيقات دولية محايدة بشأن العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن وينضم إلي هنا في السوديو المدير التنفيذي لرابطة المعونة لحقوق الإنسان الأستاذ عبدالسلام عواضي صلى الله عليه وسلم مرحباً بك أولاً أهلاً نحن الآن تابعنا وكما ورد في الخبر قبول محكمة الجنائية الدولية قبول الدعوة التي قمتم برفعها ما في حوى هذه الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية تقدمت الرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة مثلاً بالأستاذ محمد علي علاء ورئيس الرابطة بتاريخ 28 مارس بشكوى ضد العدوان العشري بقيادة السعودية على اليمن ذلك العدوان الغير مبرر والبربري المحكمة الجنائية بدورها استجابت للنظر في الشكوى المقدمة من الرابطة وأمرت بفتح تحقيق دولي تمهيداً لتقديم مرتكبية العدوان سواء كانوا أفراداً أو دول نعم عبد السلام يعني حقيقة الكثير من الأهداف التي قالت بأنها أعداف أسكرية وبالتالي كانت بطبيعة الحالة كما هو مشاهد مدنيون من سقطوا وأبرياء لسيما نساء وأطفال هل من نوعية محددة لهذه الجرائم تقومون برصدها في ظل هذا الكم من الجرائم المتعددة التي قام بها العدوان السعود؟ الجميع لم يلاحظ أي من الأهداف المعلنة التي أعلننا عنها المتحدث باسم التحالف العشري ما يتم استهدافه هما الأبرياء وتجمعات سكانية ومدنية ونحن الآن نسمع القصف من حيث العاصمة صنعاء وضواحيها هناك جرائم ترتكب الآن ضد الإنسانية وجرائم تتعلق بالهوية اليمنية وبالبنية التحتية هناك استهداف للطرق التي تربط شمال الوطن بجنوبه ونحن نخشى أن يكون ذلك مقدمة للإنفصال والذي يستهدف وأن هذا العدوان جزء من الأهداف من شرعانته أي ومن شرعانته أي ومن شرعانه استهداف للوحدة اليمنية بالإضافة إلى قصف معالم أثرية وتاريخية كما لاحظنا يوم قبل البارحة تم استهداف مسجد حمراء علب الأثري في منطقة دار حيد مديرية سنحان بالإضافة إلى جوامع أثرية في محافظتي صعدة وعمران وهناك معالمين هامين في محافظة صعدة تم استهدافهم من طيران العدوان هناك في العشة بصعدة مديرية سحار وكذلك حصن الجو في مديرية ساقين هذا فيما يخص بالمعالم الأثرية يعني بشكل سريع وباختصار ماذا عن الإحصائيات الأخرى المتمثلة بهذه الجرائم الإحصائيات يوجد نحن قائمين بمهام الرص والتوثيق نحن نعمل على مدار الساعة وبجهود الزملاء في الرابطة والراصدين في المحافظات التي تم استهدافها ما تم رصه إلى حد الآن كإحصائية أولية وليست تقيقة تم إشهار تلك الإحصائية يوم الأربعة 9 إبريل في مؤتمر صحفي كشفنا عن تقرير أولي بعدد الإحصائيات كان هناك ضمن التقرير الذي أعلن في مؤتمر صحفي ضمن الإعتراف المدني لرصد جرائم العدوان حوالي 445 إلى يوم الأربعة إلى يوم الأربعة يوم الثمانية والجرحة تجاوز أعدادهم من 1050 1050 جريح بالإضافة إلى جرائم الإقلاق السكينة العامة نعم أشكرك جزيلا شكر ونخشى بأن تكون الباقي الأيام هي من ترصد ومن تواثق أولئك الضحايا الذين سيتكثرون بطبيعة الحال في حال ما إذا سمر هذا العدوان الهمجي وإذا لم يوضع له حد أشكرك جزيلا شكر المدير التنفيذي لرابطة المعونة لحقوق الإنسان الأستاذ عبدالسلام عوضة شكرا جزيلا لك وأعتدره لذلك الوقت شكرا لك